اشتركوا في القناة 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 تاني حاجة التواجد خلي بالكم بمعنى ما فيش غياب ورجوع واكبر دليل ان فيه لعب في الموضوع هو الاختفاء فجأة بدون سبب والرجوع فجأة خلي بالكم يعني وكان فيه مقولة حلوة اوية تقولك اذا انتهت حكايتك فجأة فاعلم انه كان بها الف كذبة مقولة يعني معبري باول حاجة الاهتمام التواجد الشخص ده موجود معك في فرحك في احزانك طول الوقت تالت حاجة دي بقى متوقفة عليك انت الاحساس بالامان يبقى دولي التلات علامات اللي احنا لازم نتفق عليهم في البداية اهتمام تواجد انا او انت كرجل او امرأة انا بتكلم للطرفي فيه احساس بالامان مع هذا الشخص ودي من اقوى العلامات كده يبقى تحقايت الشروط الاساسية للحب الحقيقي زي ما احنا بنقول لو احنا بنسأل اعرف منين هو بيحبني حب حقيقي واعرف منين انا بحب حب حقيقي او لا في بقى حاجات بعد كده هتيجي في علامات تانية تعتبر مكملاته كلما تواجدت العلامات دي كلما كان الشخص اللي اللي في حياتك ده صادق لابعد الحدود في حبه او بشعره تجاهك زي ايه بقى محاولة دفعك للامام يعني مهما كانت احلابك او احلامك يا بنوتا تفهة صغيرة بعيدة صعبة خيالية الشخص ده ما بيقللش من طموحاتك ما بيقللش من احلامك ما بيقللش من اهدافك لا دايما كده صبرت داعم قوي ليك حتى لو كل الناس وقفت ضدك بتلاقيه هو اللي معاك ونفس الكلام برضو لو انت رجل العلامة بقى اللي بعد كده المكملة برضو ما فيش انفعال وعصبية لان انت مهما تكون متدايق ومهما تكون متوتر وكبان الرجل بشكل عام اول المفروض اللي بيحب بقى حقيقي ده علم النفس الوقت اللي بيتكلم اول ما يتكلم او يشوف اللي بيحبها يروق يروق ويهدى ويبقى سالس انما ما فيش حاجة اسبقى بيحبيني وكل يوم خناء بيحبيني وكل يوم يغلط فيها بيحبيني وكل يوم بيتعصب عليها الكلام ده يبقى فيه حاجة غلط في العلاقة فيه حاجة غلط في الموضوع فيه علامة كمان ما فيش حتة المصلحة يعني فيه بعض ما بحسش بقى عشان انا معايا فلوس عشان عايز يوصل لهدف معين عشان عايز مصلحة هو مكمل معايا لذلك انا دايما بقول الانسة تحديدا ممكن تعمل اختبار للرجل لو حست ان هو قربه او تواجده معاها عشان مصلحة او استفادة تحاول ان هي كده تختبره ان هي مش هتقدي المصلحة دي زي واحدة بس انا صديقة لنا على الفيسبوك بعتتلي بتقول له انا بحب واحد بس انا عايشة في امريكا وهو في العراق بس انا خايفة لا يكون بيحبني علشان عايز اني اصفروا امريكا يعني قلت له خلاص بسيطة يعني بتقول لي كل العلامات موجودة بس انا خايفة من النقطة دي قلت له خلاص قولي له ان انت خسرت كل فلوسك كاختبار كده وان انت هترجاعي بلدك وشوفي رد فعله وبيرد علي كده لو انت حسن الشخص ده عايز مصلحة معينة ممكن تعملي الاختبار ده وتشوفي كمان في حاجة نقدر نقول الاهتمام بادق ادق التفاصيل ما فيش حد بيحب يعني مثلا لو انت عيد ميلادك هتلاقيه من قبلها بشعر مهتم بيه ومحضر الهدية ما فيش حاجة يجسل عيد ميلادك او نسيت او الشغلة او الضغطة او الكلام ده الفلانطين نفس الكلام لا محضر من قبلها ومأجز ومفض اللي ما بيعرفش يفض نفسه لحبيبه ما بيحبش خلي بالكم عشان اي نعم احنا نحترم الرجل عمتا لو عنده شغل لو عنده التزامات ولكن صدقوني اللي بيحب بجد هيخلق هيخلق وقت لللي بيحب ولازم يقضيه معه لذلك حتة الغياب والرجوع والغياب والرجوع من اكبر العلامات اللي تدل ان في حاجة غلط مع الشخص اللي انت مرتبط بيه كمان في حتة اسمها الشروط او السرحان دايما تلاقي الشخص اللي بيحب حد كده بيسرح فيه من وقت لاخر ودي من اقوى العلامات خلي بالك حتى بقى هنا لو ما فيش اعتراف في الحب يعني احنا زميل جامعة زميل دراسة زميل شغل بس كده احس ان هو او هي مركزة معايا اكتر من مرة علامة قوية جدا التركيز في كل تفاصيلك دي من اقوى العلامات ان تدل ان الشخص ده متيم بيك زي ما احنا بنقول يعني كده انا اعتبر اتكلمت في الحلقة كده في عجالة وابدأ اخد بقى استفساراتكم في الموضوع برا الموضوع خارج الموضوع ما عندناش اي مشكلة هندردش شوية كده وقولولي رأيكم قبل ما نبتدي في الحلقة هل استفدتوا هل جوبت على اسئلتكم ده هو اللي يهمني في السوشيال ميديا نفس الكلام يعني في السوشيال ميديا ما هو نفس الكلام التواجد الاهتمام الاحساس بالامان عدم العصبية عدم الاستغلال الاهتمام بقى دق تفاصيلك والسوشيال ميديا النهاردة حتى لو احنا بنشوف بعض معظم تعاملاتنا بتبقى عليها هي الفكرة في كده احنا مسا من اسادية زعيمة العصابة هل هناك سؤال اللي كان يختبره ما انا قلت لسه مدي انا مثال ازاي ممكن يكون الاختبار ما شاء الله كل العلامات موجودة فيه بقى هنيئة لك وانبارك لك رايب منور حلقة جميلة اشكرك يا ميرو موضوع حلو حلو قوي اللي عنده اي سوالة جماعة في الموضوع برا الموضوع اللي سألني او بعتلي وانا اتأخرت عليه انا بعمل لايف عشان ان احنا نجاوب ونرد كيف ننسى الحب العميق والله اذا الشخص انا من داخلي اقتنعت ان هو ما يستهلش فيبقى من الغباء والسامحيني في اللفظ ان انا اتعذب عشان انا دايما اقول تجربة وتعلمتي منها تجربة وفاة التجربة وعدتوي احمد ربنا ان انا فوقت قريب او عاجلا ام عاجلا انما ان انا فوقت هو ده المطلوب من الغباء انه يبقى شخص ما بيفكرش فيه وانا بفكر فيه نايم ومرتاح وانا مش عارف انام وبهر في نفسي بيتقدم في حياته وانا معطل كل حياتي علشان وعمل بعيط وهو بيتحك ايه ده وانا دايما قلت الحب هاتو خد اتنب بيده ان ما كانش فيه كده تبادل مفيش الكلام ده محمد رحب بزعيمة العصابة رحبت والله قلت زعيمة العصابة احنا نقدر ما نرحبش بيها يعني اللي يحب يزعل ويرجع بعد فترة يعني ما يحبني انا بتكلم يا جماعة رجاء نخلي بالكم من كلامي انا ما بحبش افنط قوي عشان ما اطولش عليه انا ما بتكلمش على موقف يعني مثلا احنا مرتبطين بأنه سنتين بعد ورجع فيهم مرتين وثلاثة انا مش قصدي كده ولكن انا بتكلم كل شهرين ثلاثة يبعد وبقول بدون سبب الاختفاء بدون سبب يعني احنا حلوين مع بع والدنيا تمام اصبح ملعهوش بعد اسبوع اسبوعين شهرة لايه راجع للتاني ايه ده انا قصدي كده مش قصدي على موطبيعي لما نبقى زعلين من بع كل واحد بحب يعمل لنفسه كرامة شوية ويبعد شوية ده انا قصدي عليه توافق انسة الاسد ورجل الحد صعبة جامدة عليه قوية انسة الاسد ورجل الحد في علم الفلك حساس ورقيق الطبع وبيتأثر بصرعة وهي قوية انسة مش اي حد يملعينها او يسيطر عليها فبتتعبه فالتوافق صعب طبعا اعمل ايه بيطر عليها فبتتعبه فالتوافق صعب طبعا اعمل ايه مع رجل العزراء قليل الكلام وغامض وبيدرمه شعره او يمشي معه ستيب بي ستيب بخطوة خطوة لانه مش هيتغير هو الرجل ده كده واحدة واحدة وعنده تقلب طبعه لازم يعني عايزة تكملي معه تقبليه على هذا الامر صعب انا قلت فيه صفات جوهارية في كل برج ما انا اقدرش نغيرها العصبية في الاسد الحب الانا في الحمل عدم التنازل في الجدي الرومانسية في السرطان فيه صفات لازم نتقبلها ونتعامل معها وإلا هتفشل العلاقة حقيقة محمد عيون الاسلامي اللي فاطيما ربنا يخليكي انسة حوت وراجل جدي تمشي انسة الحوت انسة عاطفية وعندها حتوقي بارتقدر تحته الرجل العريد كيف اختبره انه هو الثقة بدون ما يحس ايه اختبره انه هو الثقة ده ما انا قلت في بداية الليف ممكن ترجعيله عشان ما نكررش كلام بس ليه انسة العقرب صعبة كده رجل ولا سبت هي متصعبة انما هي غمضة وذات شخصية عندها شخصية شوية ودايما الشخصية اللي عندها شخصية تتشاف صعبة لان يعني مش اي موقف ولا اي اسلوب هينفع ان انت تتعامل بيها والعقرب العقرب بشكل عام غمضة وزكية وتحب دايما تظهر بصورة هي رسمها في المخ نفسها وبتحب التحدي وبالها طويل لو حطت في دماغها فلازم تبقى صعبة شوية ولكن صعوبتها من اسرار جاذبيتها واخدين بالكم بها هو كده يعني لذلك اللي بيدخل في حياتها عقربة صعب جدا انه ينساها وبتفضل معلمة كده في قلبه وعقله يعني طب انسا الحط ورجل عرب توفق حلو قوي رجل عرب ومرئة ميزان توفق صعب شوية في توطرات حتى لو فيه انجزاب في البداية وده طبيعي ممكن يحصل بالشكل بعد كده اعطيني جملة اسأله لاختبار حبة وانا معرفش ايه طبيعي يعني اختبار ايه ما انا قلت ارجع لي بداية الحلقة يا شاهد تقريبا هتسمع العجابة على سؤالك ده هل التجاهل كيف ارجع رجل العقرب للعلاقة بالتجاهل اه العقرب رجل عرب لو هو بيتجاهل عايش شوية التجاهل وشوية التقل والتقل صنع رجل العقرب رجل الجدي رجل الطول رجل العزراء لابد ان تكون الانسة اللي بتتعامل معاهم عندها نوع من انواع الغموض والتقل وإلا يعني يستخفوا بها للأسف اه استاذ محمد انا محب حضرتك جدا انا من عائلتك على اليوتيوب تشرفين اي حد على اليوتيوب وعندي على انستجرام او الفيسبوك ليه ليه محبة خاصة عندي يعني بصراحة انا الصريح بانتوا عارفين الحمل اه يا حملي لو كل واحد من الطرفين ببلد مختلفة والله النهاردة الانترنت ما خلاش حد بعيد يعني اه وخلى الناس كلها قعدة جنب بعضها فما اعتقدش ان ده اي عائق خاصة لو هم متيسرين ماديا يعني اه يقدروا يسافروا البعض يقدروا ان هم يستقروا مع بعض مافيش مشكلة اطلاقا انا من برج الطور وزوجي برج الطور ازاي نمشي حياتنا بلاش عند ويعني ايه وتغبطوا ببعض بس عشان انتم درجة العندة عندكم علي انا في كل المواقع الشازة اسلامية انا عارف ان انت في كل المواقع ومن الناس المميزة ومن المتابعين اللهم المميزين انت عندنا على اليوتيوب وعالفيسبوك وعلى الانستجرام وده حاجة جميلة قوي وانا بقدر اي شخص طبعا بيكون حريص ان هو يتواجد معي في كل الاماكن اللي انا بظهر فيها عايزة علامات اخرى تأكدوا من الطرف الاخر معجب السروح السروح الشروط انه يوجد في بالك ينط في تفكيرك فجأة تشوفيه صدفة طبعا هي مش صدفة بس هو عامل نفسه شافك صدفة يتحس انه قدامك كده مهتم بنفسه او لعكس خجلان ومرتبق كل ده علامات طبعا رجل او او امرأة بتدل او استزرب بشكل اوفر ما هو في بعض الناس لما تشوف اللي بتحبه يا اما تنكسف قوي يا اما تتجنن قوي يا اما تستزرف قوي وتنزل من نفسها وتتخايب واسال يبنور دكتور اسلاميلي انا عنيد احنا طور ازاي اكسر الانسة بقول تتنازل شوي الانسة لان الرجل صعب لو هو صعب انت تتنازلي اتعاملي بزكايا الانسة واسلحة الانسة وبعدين هو الطريق لمعدته رجل الطور ده اقول زبطله كده كل يوم اكل الاكلات اللي هو بحبها هينسى الزعل والنكد انسة حوته رجل اسد تعبنى معه بس تقدر ان هي تحتوي تحيات لك من جزار يا محمد انا دلوية المتابعة تشرفين انسة طور ولا رجل الاسد ممكن يكون مع بعض ما فهمتش ادلو رجل العزراء يحكي شوية عنه والله ده واحد شرقي والتاني غربي غربي ودائما ما نقول ان العلاقة دي متوترة محتاجة شغلة من الطرفين اتنين عكس بعض تقريبا في كل حاجة انا حمل وحب عقربة ومش عارف اعمل ايه انت مستعجل انت مشكلتك ان انت مستعجل والاستعجال مع العزراء العقربة عمتا يأتي بنتاج عكس انت حمل زي حالتي المشاعر اوفر والاحاسيس اوفر والتصرع اوفر وهي ما بتحبش كده لا انت امش معها خطوة خطوة امش معها واحدة واحدة كده وحاول ان انت تاخد طريقة زكية في التقرب لها وإلا مش هتوصل للي انت عايزه انا متبعتك من العراق وبحبك اوتسلامي لكده ماشي ماشي طيب نكون مرتبطين ومش عند بعض على السوشيال ميديا ازاي يعني لو في حد مرتبط بحد مش عند بعض على السوشيال ميديا اول مرة اسمعها دي لا منطق السؤال ده وما فهمتش منه حاجة ممكن تكتبي تاني توضحيلي شخصية وصفات برج الحوت طالع الجدي الونسة اتمنى تجاوبني سألت اكثر ومرة ارجوك حوتية الحوتية بطلع ميزان لو انا قريت صح عشان الرسالة طويلة رومانسية اوفر لما بتحب بتحب قوي ولما بتدي بتدي قوي مش حلو مش حلو خلي بالك يعني لو اطلع الميزان وهي حوت مش حلو زي ما في بالك تجا عن نفسها شوي لو اطلع كان مثلا من الاسد لو اطلع كان مثلا من الحمل كان ممكن يعمل توازن رهيب بينهم والنبي والستاذ محمد قولي ازاي انا كسرطان اكسب رجل العزراء هو بيحبني بس بطيء وبيزهاني وانا عارف ان هو بطيء هو بيزهك وبيشلك هو رجل العزراء بيشلك وكمان هو مش رومانسي انت رومانسية طبعا اوي ودي مشكلة والله هو التوافق مبدئيا محتاج صبر وانا عارف انت صبرت بزيادة هقولك صبوري تاني هقولك صبوري تاني لانه هو رتم حياته بطيء بطيء جدا ودرجة الرومانسية عنده قليلة اوي فلازم تتقبلي ده في البدايات لانه هيزهق منك وشوفك نكادية لو عملت عكس جدا اتقدم لحدهم مستعجل في الزواج وبدو عقد قرام فورا وهو عارب وانا مش حبة الفكرة مده مش مرتاحة من الاول بلوك طريق السلامة دي له صابونا زي ما احنا بنقول ازاي عبر عن مشاعر رجل برج الطور يا أستاذ محمد والله بالخجل بالارتباك بالتجاهل ده ام الطرق التعبيرية عند رجل وأنسى الطور أنسى الأسد وبرج الجدي فيه عند فيه عدم تنازل بعض ولكن الطوافق صاع لأن كل واحد شايف نفسه رئيس جمهورية نفسه ودي نقطة الخلاف بينهم تجاهل الرجل الجدي نعمل معه ايه بتقلع عليه شوية وعمليه بنفس المعاملة هو برضو يحب حتة التجاهل على حتة اهتمام بالذات في البدايات ما تندلئيش عليه قوي أنسى الحمل مع رجل الحوت علاقة تمشي علاقة تمشي بس هي برضو أنسى يعني ساعة ما بتتجن بيخاف منها فخليها تخف في العصاب يا شو أنا عارف أنا لا الفارسة العنيدة لما بيفض بيها بتقلب الطربيزة على الجميع ودي مشكلتها وبتولع في الدنيا النار شخصية برج الحوت طالع الجدي للأنسى حلوة دي حلوة أو تعمل اتزان وأحسن من الحوت طالع حوت وأحسن من الحوت طالع ميزان وأحسن من الحوت طالع سرطان حوت طالع جدي هتلاقيها الشخصية تختلف عن الحيتان وتمتلك التوازن في الشخصية شوية ما بين العاطفة والعقلانية ودي حاجة حلوة أنسى حوت إيش أنسب لها أسد ولا جوزاء والله ولا دا ولا دا بس شوية هنقول الأسد الأسد يعني لو يبقى أفضل الوحشين يعني لأنه الطافق مضروب مع الاتنين فالأسد يمشي أكتر أنسى الحمل مع رجل الجدي بليز هنا بقى يعني زي أنسى الأسد كده مع رجل الجدي أو العكس هنا فيه برضو عند عدم تنازل عصبية من أنسى الأسد كبرياء وغطرسة شوية من أنسى الجدي خصام وتياهل منها الأسد ما بيحبش كده الدنيا متوترة بتسألة عن التوافق التوافق لا يتخطى الـ 55% محتاج أن نحن نكون عندنا الإرادة أن نعل التوافق ده بالتفاهم طبعا أنسى الأسد ورجل العقرب يعني في البداية تلاقي إنجزاب قوي 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 بس بعد كده يطلع فيه تجاهل وفيه رتم حياة بطي من العقرب وفيه استعجال من الأسد على كل شيء فالدنيا برضو التوافق مش مش الأنسب أقول اللي بتطمحوا لي قوي أفضل وحشين حد بيتحق وأنا ضير اكتبها بصراحة بجيب من الآخر جدي مع رجل السرطان يعني ولو العكس كان بقى أفضل لو أنسى السرطان مع رجل الجدي ولكن العلاقة تمشي التوافق عالي ممكن يصل الـ 75-80% أي أن كان يعني أنا سرطان وهو جادي التوافق كويس بينكم علامات التجاول في الحب عاملين حلقات كتير يا جسمين على اليوتيوب ممكن ترجعي على كتير محمد أبو زيد التجاول هيطلع لك حلقات كتير أو اسماعي اللي انت عايزه باستفادة رجل القوس مع ونسى الحمل إزاي خليه هو اللي يجري ورايا يعني احنا عاملين حلقات للموضوع ومتكلمين فيه بس هو بلاش تجاهل هو بيحب الأنسى النغشة اللي دمها خفيف المهتمة بنفسها بيغضع بالمظاهر رجل الحمل حاله كحال رجل الأسد والجوزاء الوحدة اللي شكلها حلو بتجيبه على وشه يعني وكلما كانت الأنسى فننة أو تعرف تتفنن في لبسها ومشيتها ونبرد صوتها والكلام ده كله هو ده اللي ممكن يقتله ومش يجيبه على وشه بس تحية من تونس تسلميلي أنت وكل أهل تونس رجل العرب تجاهلوا وعيش حياتك راح يرجع لك راكع واحدة بتكتب رأيها تمام ممكن تحفظ اللي فا دكتور نحفظه حاضر وما كنتش عايز نزله على الفيسبوك أو اليوتيوب لأنه بيعمل مشكلة شوية ولكن لو أنتو عايزينه ما عندش مشكلة طيب هنكتفي بقى جماعة بالقدر دا كتبوا لرأيكم في الحلقة بشكر كل الناس اللي جات النهاردة واليومين الأخرة انضمت لنا وبعدعو لو حد لأخ لي قريب لصاحب يقول له ينضم احنا أكتر حاجة بنعمل عليها لايفات هي الانستجرام ولما بيكون احنا عارفين بعض بنبقى كعيلة واحدة وبيبقى أمتع وأفضل وهنعمل حلقات باستمرار ان شاء الله هاعلن عنها في القريب العاجل واعتوحشوني وتصبح على خير